بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد صلى الله عليه وسلم اخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم انا اخوكم حسن صالح مشهد من الشبكات الرقمية في الفيديو التاسع والثلاثون والخاص بالCCI written routing and switching version 5.1 4001 مستوى الخبراء في توجيه وتبديل البيانات في شبكات سيسكو شاهد تعلم واستمتع FIFO وهي اختصار لfirst in first out وهي آلية خاصة بصفوف البيانات أو الqueuing تعني أن البيانات التي تدخل إلى الصف أولا هي البيانات التي سوف يقوم المنفذ بمعالجتها وإرسالها أولا وسوف يكون صف واحد فقط هذا الصف إذا امتلأ بالبيانات وأدت بيانات إلى الصف فسوف يتم حذفها بغض النظر عن نوع هذه البيانات وإمكانية إعادة إرسالها من عدمه مع الفيفو لا يوجد أولوية في الإرسال أو حز للباندوث ويعمل تلقائيا مع المنافذ المحلية واللي هي زي المنافذ الاثرنت مثل الفاس والجيجا وخلافو اللي تكون متصلة بالشبكة المحلية وبشكل عام مع المنافذ التي تعمل بسرعة أكبر من 2 ميجا بايت في الثانية الواحدة الWFQ وهو يقدم أولوية في الإرسال من خلال أن البيانات التي يتم استقبالها يتم توزيعها على صفوف بحيث كل مرسل ومستقبل يتم تحديد صف له بعد ذلك يتم تقدير كمية البيانات لكل صف ونوع بحيث حركة البيانات الأقل هي التي سوف يكون لها الأولوية الأعلى في الإرسال بينما البيانات الأكثر من ناحية الكمية والحجم سوف يتم إعطاءها الأولوية الأقل في الإرسال وهذا من منطلق ما يحدث أن أغلب الوقت في الشبكة حيث أن تكون البيانات التاتة هي بحجم أكبر من بيانات الصوت والفيديو وبالتالي سوف يقوم الWFQ بإعطاء الأولوية الأعلى للإرسال للصوت والفيديو مع العلم أن هذه ليست دائما مضمونة ففي حال مر وقت على الشبكة كانت فيها البيانات أقل من الصوت عندها البيانات هي التي سوف تحصل على الأولوية الأعلى من الفويس مما قد يتسبب في إلحاق ضرر بالمكالمات الصوتية عمل الWFQ تعمل بطريقة ديناميكية بحيث لا يستطيع مهندس الشبكة أن يقوم بالإعدادها والتحكم في عمل الWFQ يعمل الWFQ تلقائيا مع المنافذ المتصلة بالشبكة الواسعة والتي تعمل بسرعة أقل من 2 ميجا مثل المنافذ التسلسلية وهي آلية يتم من خلالها إنشاء أربعة صفوف الصف الأول وهو الهي ويتم تخصيصه للصوت الصف الثاني الميديم أو المتوسط هذا هو الصف الأول عندي الهي أو العالي ويتم تخصيصه لمكالمات الصوتية الفويب عندي هنا الميديم اللي هو المتوسط ويتم تخصيصه للفيديو الصف الثالث اللي هو النورمل الطبيعي ويتم تخصيصه لحركة بيانات ذات أولوية في الإرسال الصف الرابع اللي هو لو منخفض ويتم تخصيصه لحركة بيانات ذات الأولوية الأقل في الإرسال الWFQ يوجد فيها نقطة ضعف تجعل من النادر استخدامه وهي أنه لا يتم الانتقال من الصف الأعلى في الأولوية إلى الصف الذي يليه إلا إذا تم الانتهاء من البيانات في الصف الأعلى في الأولوية بالكامل وحتى إذا انتهى من الصف الأعلى في الأولوية وانتقل إلى الصف الأول أو عفوا أو انتقل بعد ذلك إلى الصف الأقل في الأولوية وأتت بيانات إلى الصف الأعلى في الأولوية عندها يتم العودة لمعالجة وإرسال البيانات إلى الصف الأعلى في الأولوية مجددا تخيل معايا عندي هنا بيانات في صف اللو وعندي هنا أيضا صوت يعني مكالمة صوتية في الصف الهاي العالي فعندها البي كيو بيعمل بمبدأ أنه رح يأخذ بيانات الصوت ويقوم بمعالجتها ولن ينتقل إلى أي صف آخر حتى تنتهي البيانات الموجودة في داخل الصف الأعلى في الأولوية طيب لنفترض أن أنا عندي مكالمات بشكل مستمر فهذه مشكلة رح يظل المنفذ يعالج هذه البيانات ويتجاهل باقي الصفوف وبالتالي هذا رح يسبب تراكم في باقي الصفوف أضف إلى ذلك أنه حتى بعد الانتهاء من البيانات الموجودة في هذا الصف العالي مثلا الهاي ورح يتم عندها الانتقال مثلا لو كان عندي بس صفين هم اللي فيهم بيانات فرح ينتقل الانتقال إلى اللو أو ليرسال البيانات الموجودة في هذا الصف فأتت بيانات فويس على هذا الصف فعندها رح يتم التوقف عن أخذ أو معالجة البيانات الموجودة في هذا الصف اللي هو اللو يتم العودة مجددا إلى صف هاي وبالتالي تعتبر البي كيو غير عملية خصوصا عندما يكون عندي في الشبكة بيانات فويس مستمرة فسوف يؤدي ذلك إلى إيقاف إرسال أنواع البيانات الأخرى السي كيو اللي هي كاستوم كيو وهو يدعم إنشاء 16 صف ويعطي إمكانية تحديد نسبة الباندوث لكل صف والانتقال على كل صف والانتقال رح يكون بطريقة الراوند روبين أي أنه سوف يتم الانتقال فيما بين الصفوف بالترتيب بحيث في كل صف يأتي عليه الترتيب سوف يتم أخذ بيانات منه بالحجم الذي يمثل النسبة المحددة في كل صف مع العلم أن النسبة ليست صارمة في كل صف بحيث كلما يتم الوصول إلى باكت وكانت تتجاوز الحجم المحدد عند لن يتم التوقف والانتقال إلى الصف الذي يليه وإنما يتم الانتهاء من هذه الباكت بشكل كامل قبل الانتقال للصف التالي إذن عملية الأولوية وسرعة إرسال البيانات الفويس هي من خلال زيادة نسبة الباندوث لصالح صف الفويس مع إمكانية تخصيص أكثر من صف لصالح الفويس عندي أنا هنا كمثال عندي من صف واحد لحد الصف السابس عشر وأقوم أحدد الباندوث اللي رح يتم أو اللي رح يأخذ يعني كمية بيانات المنفذ بناء على الباندوث اللي رح أحددها لكل صف فأنا هنا مثلا محدد عشرة بالمية هنا ثلاثين بالمية هنا عشرة بالمية هنا خمسة بالمية وعملية الانتقال فيها اللي هي تتبع النظام الراوند روبين اللي هو الترتيب رح يبدأ بالصف الأول رح يأخذ منه عشرة بالمية بعد كده رح يأخذ من ثلاثين بالمية طبعا هذه العشرة والثلاثين والخمسة مش من حجم الباندوث أنا بقسم الباندوث الخاصة بالمنفذ على هذه الصفوف فبالتالي الباندوث كنسبة مئوية بتحدد كمية الباكتز اللي رح يتم أو رح يقوم المنفذ بأخذها من كل صف بالترتيب CBWFQ وهي تمكننا من إنشاء صفوف تصل إلى 64 صف ويعطينا إمكانية عمل تصنيف للبيانات وإنشاء وتخصيص صف لكل تصنيف فمثلا صف خاص للفويس وصف خاص للفيديو صف خاص لتصفح الانترنت إلى آخره ومن ثم نقوم بتوزيع نسبة الباندوث على كل صف من هذه الصفوف ويوجد لدينا صف أخير هو الديفولت حيث أنه سوف تمر فيه جميع البيانات الأخرى التي لم يحدث لها التصنيف ويتم الانتقال فيما بين الصفوف الخاصة بـ CBWFQ من خلال النظام الراوند روبين والذي يعني أنه سوف يتم أخذ البيانات من كل صف بالترتيب حسب نسبة الباندوث المحددة في كل صف هذه الآلية غير مناسبة للفويس لأنها قد تتسبب في تأخير الإرسال وذلك في حال كانت كمية البيانات كبيرة وذلك كون الـ CWFQ لا تدعم البيانات ذات الحساسية اتجاه الوقت الـ LLQ وهي مثلها مثل الـ CBWFQ من ناحية إمكانية إنشاء عدد من الصفوف وعمل تصنيف البيانات وتوزيعها على هذه الصفوف وتحديد نسبة الباندوث لكل صف وما يتميز به الـ LLQ هو أنه سوف يوجد فيه صف الـ PQ الـ Priority Q حيث سوف يتم فيه وضع حركة بيانات الفويس بنسبة الباندوث ثابتة مثلا 30% بحيث أن أي حركة بيانات فويس في صف الـ PQ سوف يتم تمريرها مباشرة بما لا يتجاوز النسبة المحددة أما باقي الصفوف الأخرى سوف يتم الانتقال فيما بينها بالترتيب بطريقة الـ Round Robin تعتبر الـ LLQ هي فعليا المناسبة في حال تواجد الصوت الفويس أوفر انترنت بروتوكول في داخل الشبكة هنا لدينا جدول لعمل مقارنة فيما بين تقنيات الـ Q-Wing المختلفة أو فيما بين تقنيات صفوف البيانات المختلفة عندي التلقاء على المنفذ التلقاء لدي الفيفو وعندي الـ WFQ بالنسبة للـ FIFO فهو يعمل مع المنافذ اللي هي أكبر من 2 ميجا بينما مع الـ WFQ بيعمل مع المنافذ التي هي أصغر أو تساوي 2 ميجا بالنسبة للـ PQ والـ CQ والـ CBWFQ والـ LLQ كلها ليست منافذ تلقائية على يعني أو ليست أنظمة أو آليات الـ Q أو صفوف بيانات تلقائية على المنافذ عندي فقط الفيفو على مستوى المنافذ المحلية وعندي الـ WFQ على مستوى على مستوى المنافذ الخاصة بالشبكات الواسعة طيب عدد الصفوف اللي بتنشئها كل آلية من هذه الآليات بالنسبة للـ FIFO بينشئ صف واحد الـ PQ بينشئ أربعة الـ CQ متروكة للإعداد انت تقوم بإعدادها كمهندس شبكة عندي الـ WFQ ديناميك هي بتقوم بإعدادها بطريقة ديناميكية عندي الـ CWFQ بيتم إعدادها من قبل مهندس الشبكة وكذلك الـ LLQ طيب بالنسبة لإعداد التصنيفات الفيفو لا يمكنني إعداد التصنيفات بحيث أنا أصنف فيها البيانات لا بالنسبة للـ PQ نعم بالنسبة للـ CQ نعم بالنسبة للـ WFQ لا بالنسبة للـ CWFQ نعم والـ LLQ نعم إذن التلقائية اللي عندي اللي هي الفيفو والـ WFQ أنا لا أستطيع أن أعمل عليها إعدادات بينما الباغي أستطيع أن أعمل عليها إعدادات إعدادات طيب عندي هنا تحديد الباندوث على مستوى الفيفو بتتم بشكل أوتوماتيك وكذلك على مستوى الـ PQ بالنسبة على مستوى الـ CQ بإمكان إعداده الـ WFQ أوتوماتيكية عندي الـ CWFQ بإتم إعدادها بإمكان إعدادها الـ LLQ بإمكان إعدادها هنا تقديم الحد الأدنى للتأخير في الفيفو لا يوجد أدي ذلك الـ PQ نعم الـ CQ لا الـ WFQ لا الـ PWFQ لا الـ LLQ نعم هذه كانت مقارنة فيما بين الأليات الخاصة بصفوف البيانات تجنب الازدحام في جودة الخدمة عندما يستلم المنفذ بيانات بكميات أكبر من مقدرة وسرعة المنفذ في معالجتها وإرسالها عندها سوف يقوم المنفذ بإنشاء صف بيانات الـ Q لوضع البيانات بداخلها لكي يتمكن لاحقا المنفذ من معالجتها وإرسالها من خلال جودة الخدمة يوجد لدينا الـ Condition of Management أو إدارة الازدحام وهي التي تتم من خلال آليات صفوف البيانات المختلفة وهي عندي الفيفو الـ WFQ الـ PQ الـ CQ الـ CP الـ WFQ الـ LLQ بحيث تدير الصفوف ولكن يوجد دينا مشكلة ازدحام الصف وذلك لأن الصف إذا ازدحم بالبيانات بنسبة 100% عندها لن يتم استقبال بيانات أخرى حيث أن الصف إذا امتلأ وأتت بيانات إضافية سوف يتم تجاهل وحذف هذه البيانات وذلك لأنه لا يوجد مكان لها في داخل الصف وهذه الظاهرة بيطلق عليها تيل دروب أي حذف لأي بيانات تصل تون تمييز مما يتسبب في الباكت لوز أي ضياح حزم البيانات والبيانات يتم نقلها إما من خلال التي سي بي مما او ال-YUDIP ولا يوجد رد فعل مختلف للباكت لوز لكل من التي سي بي و اليو دي بي فرح يكون عندي رد فعل تي سي بي واليو دي بي على الباكت لوز أو فقدان الباكت يتصرف ال-YUDP بشكل مختلف عن الـتي سي بي عند حدوث الـباكت لوز فال-YUDP لا يستجيب إلى فقدان البيانات وذلك لأن الـ UDP لا يمتلك آلية لمعرفة ما إذا كانت البيانات قد حصل لها فقدان أم لا أما الـ TCB فهو يعلم ما إذا كانت البيانات التي تم إرسالها وصلت إلى وجهتها أم فقدت وذلك من خلال أن المرسل إليه يرسل تأكيد استلام إلى المرسل والذي في حال بعد فترة لم يصله التأكيد على الاستلام عندها يعلم أن البيانات قد فقدت في الطريق ويستطيع أن يحدد ما هو الجزء الذي فقد من البيانات وذلك عن طريق الرقم التسلسلي لقطع الـ TCB Segment في داخلها في داخل الـ TCB Segment Header يوجد الـ TCB Sequence Number في داخل الـ TCB Header كذلك الـ UDP عندما يحصل ضياع للبيانات لأنه لن يعلم بذلك فهو سيظل يرسل البيانات دون تخفيض لسرعة الإرسال بينما الـ TCB عندما يكتشف أن هناك ضياع للبيانات فسوف يقوم بخفض سرعة الإرسال وهي كمية قطع البيانات التي يرسلها والتي يتم تحديدها في الـ Window Size والـ Window Size يتواجد بنوعين النوع الأول وهو Maximum Window Size وهي تحدد كمية الـ TCB Segment التي سوف يتم إرسالها إلى المرسل إليه دفعة واحدة قبل أن يتوقف ويستلم تأكيد الاستلام من المرسل إليه وفي كل مرة يستلم تأكيد على الإرسال فسوف يتضاعف عدد الـ TCB Segment التي يتم إرسالها حتى تصل كمية البيانات أسرع من الباندوث عندها يحدث حفظ لتنخفض سرعة الإرسال النوع الثاني من الـ TCB Window أو الـ Window Size هي الـ Condition Window وتختصر بـ CWND وهي إشارة من المستقبل للبيانات إلى المرسل يحدد له فيها كمية البيانات التي يرسلها وغالبا ما تكون كطلب لخفض السرعة عندما يكون هناك ازدحام للبيانات في جهة المستقبل للبيانات يوجد دينا عدد من أدوات منع الازدحام في جودة الخدمة عند الـ RED وعند الـ WRED وعند الـ FRED بالنسبة للـ RED فهو يقوم بحثف البكتز بشكل عشوائي وعملية الحثف تحدث عندما يوشك صف البيانات على الامتلاء وهنا نلاحظ أن عملية الحثف للبكتز رح تكون عشوائية رح يتم حثف البكتز الموجودة في داخل الصف ورح تكون عشوائية سواء كانت هذه البكتز تحتوي على أولوية في الإرسال أو لا تحتوي على أولوية في الإرسال والفائدة من قيام الـ RED بعملية الحثف قبل أن يكتمل صف البيانات هو تجنب التيلدروب والمزامنة حيث بدلا من التيلدروب الذي يقوم بحثف كل البكتز في صف اللي رح تصل إلى صف البيانات يقوم الـ RED بحثف بعض البكتز بعدد يمنع من ملء صف البيانات أما الـ RED فهي نفس فكرة الـ RED من ناحية أنه يقوم بحثف البكتز عند اقتراب ملء صف البيانات لتجنب امتلاء الصف ولكن الفرق هنا أنه لن يتم حثف البكتز بشكل عشوائي وإنما من خلال قيمة الأولوية حيث أن الحثف يكون للبكتز صاحبة أقل قيمة أولوية وذلك يتم تحديده من خلال خانة الـ IB Presidents أو DSCP في داخل الـ IB Packet Header الـ FRED فهو يستخدم التدفق لتعريف تدفق حركة البيانات فيما بين طرفين المرسل والمرسل إليه حيث تتشارك البكتز المرسلة كتدفق فيما بين الطرفين من ناحية تشاركها في بروتوكول ومعلومات طبقة النقل ومن خلال سبعة خانات يتم تحديدها إذا كانت البيانات التي تدخل صف البيانات هي من نفس التدفق الحالي أم لا وهذه السبعة خانات اللي هي والماركينج طبعاً عندي الـ Interface The Packet is Received أو المنفذ اللي تم استقبال البكت منه حيث يقوم الـ FRED في تصنيف البكتز إلى تدفقات ويقوم بمنع تدفق معين من أن يستولي على كامل مساحة صف البيانات مما يؤثر على باقي التدفقات الأخرى حيث يقوم بعمل توازن فيما بين التدفقات المختلفة وعند حذف للبكتز قبل امتلاء صف البيانات كذلك اختيار للبكتز التي سوف يتم حذفها يعتمد على قيمة الأولوية والتي تمنع حذف بيانات المكالمات الصوتية والبث الفيديوي والتي تعتمد على الـ UDP الغير قابل لإعادة الإرسال كذلك غير قابل للتأخير والحث سوف يركز الـ FRED على بيانات الـ TCB القابلة لإعادة الإرسال والقابلة للتأخير لذلك في نظام تشغيل سيسكو الـ IOS نجد أنه لا يدعم الـ RED بل يدعم الـ WRED والـ FRED أدوات فعالية الرابط تقوم الجهات المختلفة باستئجار روابط الشبكة الواسعة الـ WAN من مزود الخدمة وتحدد الباندوث على اللينك وطبعا عملية تحديد الباندوث على اللينك هي من أهم العوامل التي تحدد قيمة استئجار هذا اللينك والتي سوف يتم دفعها لمزود الخدمة وفي حال كانت البيانات التي يتم إرسالها على الـ WAN LINK هي تتجاوز الباندوث الخاصة بالـ WAN LINK فسوف يؤدي ذلك إلى بط في إرسال البيانات هذا البط سوف يؤدي إلى حصول مشاكل في بيانات الصوت والفيديو والتي قد تصبح غير صالحة للاستعمال وهنا قد نستخدم جودة الخدمة والتي سوف نجعل حركة البيانات الخاصة بالصوت والفيديو هي التي يتم التعامل معها بأولوية ولكن سوف يزداد معدل البط مع البيانات التي لا تمتلك أولوية في إرسالها حيث أن جودة الخدمة سوف تكون لصالح حركة بيانات على حساب بقية أنواع حركة البيانات الأخرى لذلك يوجد لدينا في جودة الخدمة أدوات فعالية الرابط والتي نستخدمها مع روابط الشبكة الواسعة بطيئة السرعة ويوجد لدينا أدتين وهما الضغط والتجزئة والتداخل للرابط يتضمم الضغط الخوارزمية رياضية تقوم بضغط البكت ليصبح حجمها أصغر ويتم إرسالها إلى اللينك مما يقلل من كمية الباندوث التي تستهلكها عملية إرسال هذه البكت حتى إذا وصلت إلى وجهتها تقوم نفس الخوارزمية بعملية عكسية لإعادة البكت إلى حجمها وحالتها الأصلية على مر السنوات طور العديد من علماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر خوارزمية الضغط والتي تتصرف بشكل أفضل أو أسوأ في ظل ظروف معينة بحيث الخوارزميات لها نجاح متفاوت مع نسب الضغط ولكل منها استهلاك مختلف من كميات المعالجة والذاكرة في أجهزة راوترات سيسكو يمكننا تقسيم أدوات الضغط إلى فئتين رئيسيتين وهما عندي البيلود وعندي الهيدر أو البيلود كومبريشن والهيدر كومبريشن بالنسبة للبيلود كومبريشن تقوم بضغط البيانات التي يقوم المستخدم بإرسالها أما الهيدر كومبريشن فهو يقوم بضغط رأس البيانات ويتطلب كل النوعين من الضغط استخدام للمعالج والذاكرة وأحيانا قد يحدث إضافة تأخير لعملية الإرسال والناتج عن عملية الضغط حيث يجب أن يكون الباندوت المقتسب عن طريق الضغط أكثر أهمية لك من التأخير الذي قد يحدث ويحسب ضمن المعالجة الخاصة بضغط هذه البكت هنا لدينا مثال يوضح عملية إرسال البيانات بدون استخدام ضغط البيانات مقابل إرسال البيانات بالضغط وسوف نلاحظ التأخير المتأثر بالضغط من ناحية قيام الخوارزمية بالضغط وفك الضغط ولكن من ناحية التأخير الشبكي سوف يتناقص لأن التأخير الشبكي يتأثر بكمية البيانات المرسلة إلى الشبكة فهنا لدينا الطرفين الطرف المرسل وهو الكلينت واحد إلى المرسل إليه وهو السيرفر واحد كلينت واحد وسيرفر واحد والبكت التي يتم إرسالها هي بحجم 1500 بايت والباندوث التي تربط فيما بينهما هي بسرعة 768 كيلو بيت في الثانية الواحدة في كل الطرفين مدة التأخير بدون ضغط البيانات أو بضغط البيانات هي بإجمالي 57 ميلي ثانية ولكن الفرق هو في توزيع أوقات التأخير في مراحل مختلفة من نقاط إرسال البيانات فيما بين الطرفين فعندما يتم الضغط بنسبة 2 على 1 أي سوف يتم إرسال ضعف البيانات بباندوث استهلاك نصف هذه البيانات وهنا نلاحظ أنه ما حصل عند تأخير في الإجمالي ومع ذلك سوف يستهلك من وحدة المعالجة والذاكرة لجهاز الراوتر وفي حال كان الراوتر في الشبكة وكانت نسبة استهلاكه سواء على مستوى المعالج والرام عالية فقد تؤدي عملية الضغط إلى إيصال نسبة استهلاك المعالج والرام إلى نسبة تؤدي إلى حالات تهنيق للراوتر لذلك قبل تطبيق عملية الضغط البيانات يتم مراقبة نسبة استهلاك المعالج والرام ومن ثم المراقبة بعد تفعيل ضغط البيانات للتأكد من عدم تأثر الراوتر عند تفعيل عملية ضغط البيانات كذلك قد تتسبب عملية ضغط البيانات أحيانا بتأخير طفيف ولكن في المقابل سوف يتم الاستفادة من الباندوت المكتسب بسبب ضغط البيانات وهو عبارة عن بطاقة يتم تركيبها في فتحة توسعة للراوتر وعلى مستوى سيسكو يوجد موديلات تدعم ذلك مثل 7200, 7300, 7400, 7500 بحيث من خلال الكمبريشن هاردوير التي يتم تركيبها على الراوتر يتم التخفيف على المعالج والذاكرة من ناحية عملية ضغط البيانات وتقوم بخفض التأخير الناتج عن ضغط البيانات نظام تشغيل سيسكو الآيو اس يقدم ثلاثة خيارات مختلفة لضغط البيانات عندي طبعا واللي بيتم على مستوى نقطة لنقطة فلدينا نملي ستكر وعندنا المايكروسوفت بوينتو بوينت كمبريشن اللي هي MPPC ولدينا بريدي دكتر ويتم الاختيار فيما بينها بناء على التالي أنواع بروتوكولات التاتا لينك المدعومة كفاءة خوارزمية الضغط المناسبة أو المستخدمة ما إذا كان الجهاز على الطرف الآخر للرابط يدعم هذه الأداء طبعا إذا كان الجهاز في طرف الرابط يعني إذا كانوا كلاهما من روتري سيسكو فلن تكون مشكلة في عدم التوافق وتوصي سيسكو باستخدام نفس ستار الآيو اس في نهاية طرفي الرابط عند استخدام ضغط البيانات الجدول التالي هو مقارنة لخصائص أدوات الضغط البايلوت نقطة لنقطة بوينتو بوينت بالنسبة لي خوارزمية الضت الخاصة بضغط البيانات الاستكر نعم الايم بي بي سي نعم بالنسبة لي البيتكتر لا طيب استخدام خوارزمية البيتكتر العامة أو عامة المجال طبعا من واضح من اسمها أنه الاستكر لا يعمل بها ولا الام بي بي سي والبريتكتر نعم يعمل بهذه الخوارزمية دعم بروتوكول ال HDLC الاستاكر يدعمه والباقي لا يدعمه عندي ال X.25 الاستاكر يدعمه والباقي لا يدعمه عندي LAPB يدعمه الاستاكر ولا يدعمه ال MPPC ويدعمه البريتكتر بالنسبة لدعم الفريم ريلي فيدعمه الاستاكر والباقي لا يدعمه وبالنسبة لبروتوكول ال Point-to-point بروتوكول جميعها تدعم هذا البروتوكول وكذلك جميعها بتدعم ال ETM باستخدام الملتي لينك ترابل بي أيضا جميعها تدعمه هيدر كمبريشن تستفيد الهيدر كمبريشن من أن البيانات المرسلة من طرف إلى طرف هي متطابقة في المعلومات وكذلك يمكن التنبؤ بها والموجودة في داخل الهيدرز مما يعطي إمكانية الضغط أفضل فمثلا الهيدر الخاص بكل من التي سي بي والآي بي مجتمعين يساوي 40 بايت عند استخدام الهيدر كمبريشن يتم جعلهما معا ما بين 3 إلى 5 بايت مما طبعا هذا يعتبر فعالية في ضغط الباكت من ناحية الهيدر كمبريشن أو رأس البيانات عملية التجزئة والدداخل الخاصة باللينك أو الرابط واللي تختصر بـ LFI أداة LFI تقوم بخفر التأخير وتحديدا التأخير التسلسلي وهو الوقت المستهلك لإرسال الباكت عبر رابط فيزيائي فلو كان مثلا الرابط الفيزيائي يعمل بسرعة 56 كيلو بيت في الثانية فسوف يستغرق إرسال 1 بيت إلى 1 من 56 ألف جزء من الثانية إذا كان حجم الباكت 1500 بايت والتي تعادل 12 ألف بيت وبالتالي يستغرق إرسال 12 ألف جزء من 56 ألف جزء من الثانية وهذا يعادل ما يقارب 214 ملي ثانية عندما تصل الباكت إلى منفذ الراوتر فسوف يتم إرسالها إلى وجهتها والفريم الصغيرة ذات الأولوية سوف تنتظر المنفذ حتى ينتهي من هذه الباكت فلو كانت الباكت بحجم 1500 بايت فسوف تستهلك من منفذ يعمل بسرعة 56 كيلو بيت في الثانية الواحدة 214 ملي ثانية وهذه مدة تأخير ضارة لباكت صوت فويس باكت فتقوم أداة ال LFI بحل مشكلة تأخير التسلسل وذلك من خلال ضمان عدم تأخير الباكت الكبيرة للباكت الصغيرة وذلك يتحقق من خلال تقسيم وتجزئة الباكت الكبيرة هنا لدينا مثال بدون زي ما احنا شايفين أمامي هنا بدون الاستخدام LFI فيجب أن تنتظر الباكت الصغيرة ذات الحجم اللي هي 60 بايت يجب أن تنتظر حتى يتم إعادة إرسال الباكت ذات الحجم 1500 بايت بالكامل أما مع LFI فسوف يتم تقسيم الباكت الكبيرة إلى عدد من الباكت الأصغر في الحجم بحيث يتم تقسيم 1500 بايت إلى 5 باكت كل باكت هي بحجم 300 بايت وبالتالي عندما يتم معالجة الباكت ذات الحجم 300 بايت وأدد الباكت اللي تعاني حساسية تجاه الوقت مثل الفويس باكت اللي هي بحجم 60 بايت عندها سوف تنتظر 300 بايت بدلا من انتظار 1500 بايت مما يعطي تسريع في عملية إرسال البيانات التي تعاني حساسية تجاه الوقت لأن المنفذ كما نعلم إذا قام بأخذ باكت ويقوم بمعالجتها لإرسالها فحتى لو أجد باكت أخرى تحتوي على أولوية فلن يترك هذه الباكت لابد أن ينتهي منها وبعد ذلك يأخذ الباكت ذات الأولوية فبالتالي كلما كانت الباكت أصغر في الحجم اللي هي ليست صاحبة أولوية فذلك يعني أنه لما تجيني باكت ذات أولوية راح تنتظر فقط حجم أقل ووقت أقل ليتم معالجتها من قبل المنفذ الازدحام في السويتش الخاص بالشبكة المحلية وتجنب هذا الازدحام وضمن منهج الـ CCI Routing and Switching 5.1 الريتن بيتم النظر في سيسكو 3560 يعني أن هذا القسم سوف يتم النظر في خصائص صفوف البيانات لدخول البيانات وخروجها على سويتشات سيسكو 3560 أي أن سويتشات سيسكو 3560 هي المثال الذي سوف يتم التحدث عنه هنا سويتشات سيسكو 3560 لديها كل من صفوف بيانات دخول وخروج وتمترك عدد 2 Increase Q والتي يمكن إعداد إحداها كصف بيانات ذات أولوية إرسال وفي Increase Q في سيسكو 3560 تستخدم طريقة تدعى بـ WTD وهي آلية تجنب الازدحام وتستخدم مع سويتشات سيسكو اللي هي عندي كأمثل عليها 2960, 1970, 3560, 3750 بحيث إذا وصلت الباكتز إلى حد معين يقترب من ملء صف البيانات فإنه يتم حذف الباكتز التي تصل والتي ليس لها أولوية وذلك بهدف تجنب امتلاء صف البيانات لأنه عند امتلاؤه عندها سوف يتم إسقاط أو حذف جميع الباكتز الموجودة على صف البيانات سواء كانت ذات أولوية أو بدون أولوية سويتش 3560 لديه جدولة الباكتز بطريقة يطلق عليها CRR اللي هي Shared Round Robin للتحكم بمعدلات إرسال الباكتز من صفوف البيانات إلى داخل منفذ السويتش لإرسالها في Shared Mode فسوف يتم تشارق الباكتز فيما بين الصفين بناء على الأولوية أو الويت في كل صف والباكتز لكل صف مضمون لكنه غير محدود فإذا كان صف من الصفين فارغ والآخر يحتوي على باكتز عندها سوف يسمح لصف البيانات الذي يحتوي على باكتز أن يحصل على كامل الباكتز إذا كنت تخطط لإعداد الإنجريس كيوينغ على سويتشاتك فعندها يجب عليك تحديد التالي ما هي حركة البيانات التي يتم وضعها في كل صف بيانات تلقائيا؟ حركة البيانات COS اللي هي Class of Surface 5 سوف يتم وضعها في صف بيانات 2 وكل حركة بيانات الأخرى سوف يتم وضعها في صف البيانات 1 وبالإمكان أيضا توزيع حركة البيانات على الصفين بناءا على قيمة DSCP النقطة الثانية ما إذا كانت بعض حركة البيانات تحتاج إلى معالجة ذات أولوية إذا كان ذلك فسوف تحتاج إلى إعداد صف بيانات 1 ذات أولوية النقطة الثالثة مقدار الباندوت ومساحة التخزين المؤقت البفر لتخصيص كل صف بيانات لتحقيق فصل حركة البيانات الذي تحتاجه رقم 4 تحديد ما إذا كانت حدود الWTD الافتراضية مناسبة لحركة البيانات الخاصة بك والإعداد التلقائي هو الحث بنسبة 100% ومن الممكن إعداد ثلاث مستويات يعني بنسبة 100% يعني عندما تصل البيانات أو الـ إلى ملء صف البيانات بالكامل بنسبة 100% ومن الممكن إعداد ثلاث مستويات للWTD التي يتم فيها حثف حركة البيانات التباليو تي دي ويتت تيل دروب وهي أداة تجنب الازدحام التي تعمل على مستوى بعض سويتشات سيسكو وأيضا بعض أجهزة السويتشات للشركات الأخرى مثل جونيبر وغيرها وتلقائيا عند تفعيل الجودة الخدمة الـ Quality of Surface على السويتش فسوف يتم تشغيل التباليو تي دي بحيث يتم إنشاء ثلاث عتبات أو مستويات في كل صف بيانات وبناء على قيمة الـ Class of Surface يتم تحديد البيانات عندما تصل إلى نسبة معينة ولأن حركة البيانات في صف بيانات الأولوية فغالبا سوف تكون حركة بيانات الـ UDP فعندها يكون تلقائيا مستوى حثف البيانات بنسبة 100% أما مع صفوف البيانات الأخرى فقد نرغب في حذف حركة البيانات الأقل من ناحية الأولوية مثال عندما تصل البيانات إلى مستوى 40% في صف البيانات عندها يتم حذف البيانات اللي بتكون من صفر حتى ثلاثة وعندما تصل البيانات في صف البيانات إلى 60% عندها يتم حذف البيانات من أربعة إلى خمسة وعندما تصل البيانات في صف البيانات إلى 100% عندها يتم حذف بيانات اللي هي 6 و7 والـ WTD قابل للإعداد بشكل منفصل في كل صف بيانات موجودة في كل منفذ من منافذ السويتش الرس في بي ريسورت ريزرفيشن بروتوكول بروتوكول حجز الموارد الرس في بي هو بروتوكول عام من قبل الـ IETF اللي هي قوة مهام هندسة الإنترنت حيث أنه من طرق جودة الخدمة حيث يتم استخدام بروتوكول حجز الموارد لحجز الموارد فيما بين طرفين على طول تدفق البيانات فيما بينهما حيث أن تقنيات جودة الخدمة تقوم بحجز الموارد من حجز للباندوث وإعطاء الأولوية لحركة البيانات بشكل فردي على مستوى كل راوتر أو على مستوى كل منفذ من منافذ السويتش مما يقدم معالجة مختلفة للباكت على مستوى كل راوتر بالاعتماد على ازدحام المنفذ في الوقت الذي وصلت فيه الباكت وعلى أساس إعداد كل راوتر عند استخدام بروتوكول حجز الموارد يقوم كل راوتر على طول المسار بحجز الباندوث وتطبيق جودة الخدمة المطلوبة أثناء تدفق البيانات بحيث أن الباكت سوف تعالج بنفس المعالجة مع جميع الراوترات الموجودة في المسار فيما بين المرسل والمرسل إليه الصورة التالية اللي أمامنا توضح أو تحتوي على مثال لعملية بروتوكول حجز الموارد وهنا عندي مسار للبيانات ما بين الجي دابليو واحد الجي دابليو اللي يختصر لكتوة رقم واحد و جي دابليو أربعة والعملية تتم بالشكل التالي الجي دابليو واحد رح يستقبل بيانات والتي تحتاج إلى طبعا رح يستقبل تدفق من البيانات أو يستقبل أول باكت من تدفق البيانات واللي بتحتاج إلى إجراء حجز لها حيث يقوم الجي دابليو واحد بإرسال رسالة الباث إلى عنوان المرسل إليه وهو في الطرف المقابل وسوف تحتوي الباث ميسج اللي الطرف المقابل اللي هو رح يكون جي دابليو أربعة وسوف تحتوي الباث ميسج على عنوان الآي بي للقفز السابقة والذي يختصر بي البي البي اتش او بي اللي يختصر لبريفيس هب أو القفز السابقة وهو هنا يمثل الجي دابليو واحد لذلك رح يقوم بكتابة عنوانه اللي هو عشرة عشرة خمسة وعشرين واحد هذه الرسالة يمكنها التحقق من المسار بالذهاب فيه والعودة منه وتقوم بوصف احتياجات الباندوث وجودة الخدمة لحركة البيانات بعد ذلك القفزة التالية اللي رح تكون الجي دابليو اثنين واللي يقدم إعدادها ببروتوكول حجز الموارد عندما تستلم رسالة الباث عندها رح يقوم هذا الراوتر بتشجيل عنوان البي اتش او بي وهو الخاص بالمرسل لها وهو الجي دابليو واحد ويقوم بتشجيل العنوان داخليا هنا في داخل الراوتر وأيضا رح يقوم بتغيير الجي دابليو اثنين رح يقوم بتغيير البي اتش او بي الى عنوان الايب الخاص به رح يغيره من 10-10-25-1 رح يجعله عنوانه هو 10-20-25-1 ويظل عنوان الـ IP للمرسل إليه كما هو لا يتغير اللي هو الـ GW4 أو فعليا الجهاز المتصل بالـ GW4 المرسل إليه تدفق البيانات ويقوم الـ GW2 بتوجيه رسالة الباث إلى الـ GW3 الراوتر 3 هو ليس معد أو لم يتم إعداده على بروتوكول حجز الموارد وبالتالي سوف ينظر الـ GW3 للـ Beth Message على أنها IP packet عادية وسوف يقوم الـ GW3 بتوجيه الـ Beth Message إلى الـ GW4 كأي IP packet عادية الرقم 4 عندي الـ GW4 عندما يستلم جهاز الراوتر الـ GW4 رسالة الباث وهو يمثل الراوتر الذي يحتوي على الجهاز المرسل إليه عندها سوف يقوم بالرد على رسالة الباث برسالة الحجز والتي تختصر بـ RESV هنا عندي اختصار لي الـ PHOP اللي هي Previous Hub وعندي هنا الـ RESV اللي هي Reservation Message أو رسالة الحجز ورح يكون طبعا العنوان إلى الـ IP المذكور في الـ PHOP في داخل الباث ميسج كعنوان مرسل إليه ورسالة الحجز تحدد جودة الخدمة المطلوبة وفي حال كان أي راوتر موجود في المسار فيما بين المرسل والمرسل إليه لم يكن لديه موارد كافية عندها سوف يتم الرد برسالة خطأ ويتم تجاهل رسالة الحجز رسالة الحجز سوف تمر من الطرف إلى الطرف الآخر عكس مسار الباث ميسج وذلك بهدف حجز الموارد في الاتجاه الآخر وسوف يقوم الـ GW4 بتوجيهها إلى الـ GW3 طبعا هنا الأربع هذا هو رح أوجهها إلى ثلاثة بما إن الـ GW3 لم يتم إعداده على بروتوكول الـ RSVB أو بروتوكول حجز الموارد فأيضا رح ينظر إلى رسالة الحجز على أنها IP بكت عادية وسوف يقوم بعادة توجيهها إلى الـ GW2 وبما أن الـ GW3 لم يتم إعداده ببروتوكول حجز الموارد فلن يتم حجز موارد على هذا الراوتر بعد كذا عندي الـ GW2 رقم 2 لما رح يستلهم رسالة الحجز رح يقوم بالتحقق من أنه قادر على توفير الموارد المطلوبة إذا وجد أنه قادر على ذلك فعندها سوف يقوم بعمل الحجز لهذا التدفق من البيانات ومن ثم يقوم بتوجيه رسالة الحجز إلى الـ GW1 وذلك من خلال عنوان الـ IP الذي قام الـ GW1 بحفظه عندما استلم الباث ميسج سابقا حيث سوف يغير عنوان المرسل إليه في رسالة الحجز من عنوانه إلى عنوان الـ GW1 ويقوم بتوجيهها إلى الـ GW1 عندما يستقبل الـ GW1 رسالة الحجز عندها سوف يعلم أن الحجز قد نجح وتم ومع ذلك يجب إجراء الحجز في كل الاتجاهين ليتم توفير جودة الخدمة لتدفق البيانات في كل الاتجاهين لذلك سوف يقوم الـ GW1 بالرد على رسالة الحجز التي استلمها من الـ GW4 برسالة حجز أخرى والتي سوف تمر على الـ Router 2 و 3 وحتى تصل إلى الـ GW2 و GW3 وعندما يستلمها الـ GW4 بذلك يكون حجز الموارد تم في كل الاتجاهين وعندها سوف يقوم الـ GW4 بإرسال رسالة تأكيد الحز اللي هي Reservation Confirm والتي سوف تمر بـ GW3 والـ GW2 وصولا إلى الـ GW1 والذي سيقوم عندها بإرسال تدفق البيانات ضمن موارد محجوزة مثل الباندوث يعني حيث أن يكون عندي باندوث محجوزة لهذه البيانات وخلال عملية تدفق البيانات مثل أن تكون مكالمة صوت IP Phone سوف يقوم بروتوكول حجز الموارد بإرسال رسائل تحديث بشكل منتظم طوال فترة المكالمة أو تدفق البيانات مما يمكن من التكيف الديناميكي مع التغيرات اللي تحدث في داخل الشبكة ومثل ما ذكرنا عملية حجز الموارد رح تتم على مستوى الراوترات اللي موجودة في المسار اللي تم إعدادها ببروتوكول حجز الموارد اللي هي الـ GW1 والـ GW2 والـ GW4 أما الـ GW3 فلن يتم حجز موارد لهذا التدفق الخاص بالبيانات لأنه لم يتم إعداده على بروتوكول حجز الموارد وعدم إعداده على ذلك يكون له أسباب مثل أن يكون هذا مثلا الراوتر غير تابع للجهة اللي تابع لها باقي الراوترات إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم وحتى ألقاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته